السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الواقع للأسف ما بقاش فيه واقع أو علشان نكون أكثر دقة احنا بنودع الواقع ولو مش فاهم خلينا اشرح لك سنة 2007 الشرطة البلجيكية اعلنت انها بتحقق في قضية اغتصاب افتراضي تقولي يعني ايه اغتصاب افتراضي اقولك يعني واحد كان بيلعب لعبة افتراضية اسمها Second Life على الانترنت اللعبة دي بتمكنك كمستخدم انك تتحكم باللعب الافتراضي وتخليه نفذ اللي انت عاوزه فما كان من المستخدم المتهم بالغتصاب الا انه استخدم اللعب الافتراضي اللي في اللعبة واقتصب من خلاله لعبة افتراضية في نفس اللعبة بتستخدمها بنت او سيدة انت فاهم اللي حصل نقول تاني انت وزملتك بتلعبوا لعبة اونلاين اللعبة دي بتديلك امكانية استخدام الشخصية اللي انت بتلعب بيها علشان تنفذ اللي انت عاوزه فما كان من حضرتك الا انك استخدمت شخصيتك الالكترونية الافتراضية دي في انك تغتصب شخصية زميلتك الافتراضية الالكترونية في نفس اللعبة. زميلتك ما جرلهاش حاجة. لكن شخصيتها الالكترونية في اللعبة هي اللي اتعرضت للاغتصاب. حادتك تقول لي طيب مدامة زميلتي سليمة وما حصلهاش حاجة. ايه اللي دخل الشرطة في الموضوع? اقول لك لأ. زميلتك صحيح جسمانيا سليمة. لكن نفسيا هي عاشت تجربة الاغتصاب في اللعبة او العالم الافتراضي ده. وبناء عليه راح يتقدم البلاغ للشرطة. والشرطة فعليا اعتبرتها جريمة وحققت فيها. واخد بالك مجلس النواب في مصر مؤخرا دخل تعديلات على القانون لتغليز عقوبة التحرش من جنحة لجناية. لكن الاهم انه ضم للقانون حالات التحرش على السوشال ميديا زي الفيسبوك والواتساب وغيرها. تقول لي طيب دي حادثة فردية. ومدامة البنت ما تلمسيتش يبقى اللي الكسر يتصلح. واندلت اللعبة من على الموبايل وخلاص. اقول لك طيب اسمع الحكاية دي. سنة 2014 طال علينا اخونا مارك روكسبرج مؤسس فيسبوك. واعلن ان نشترى شركة اسمها بقيمة اثنين مليار دولار. ليه بقول لك الرقم? علشان تقدر تقيم بنفسك الرجل ده بيرمي فلوسه في الارض ولا لأ? دي شركة متخصصة في تطوير العالم الافتراضي. اللي هو حضرتك تلبس النظرة دي وتعيش في عالم افتراضي انت بتختار بنفسك. تمام كده? تمام. العالم كله كان فرحا بالاختراع ده لانه هيساعد في انك تدرس في اكبر جماعات العالم وانت في بيتك. او تتعالج على ايد اشهر اطباء العالم وانت برضو قاعد في بيتك. او ان الجيوش يتم تدريبها في واقع افتراضي قبل تنفيذ مهمتها العسكرية على الارض. او ان رواد الفضاء يختبروا مهمتهم في الفضاء الافتراضي قبل ما يطلع فعليا للفضاء. وغيرها من التجارب اللي نفسك تعيشها او على الاقال تجربها. لكن اللي حصل بعد كده كان صدمة لكل الناس. وقبل ما اقول لك على الصدمة خلينا اقول لك الاول ان الدرة دي بتشتغل ازاي? بمجرد ما بتلبسها حضرتك بتتحول لشخص افتراضي بصورتك وجسمك وكل تفاصيلك. وكذلك الناس اللي بتتصل بيهم او بتلعب معهم اي لعبة انتو بتختروه. او حتى لو في اجتماع مع زمالك في الشغل. وشخصياتكم الافتراضية هي اللي بتتعامل مع بعض بناء على اختياراتكم انتم. يعني مثلا ممكن تطلب من شخصيتك الافتراضية انها تقف او تجري او تشرب عصير. او تسلم على زمالتك او تحضنها. او اي حاجة انت عاوزها. تمام كده? تمام. اللي حصل بقى انهم بعد ما بدأوا يستخدموا النظرة دي في مجالات مختلفة زي اجتماعات الشغل والالعاب الالكترونية وغيرها. راحوا عملوا استطلاع رأي سنة 2016 بين الرجالة والسيدات. وسألوهم ايه اكتر حاجة دايقتكم من الواقع الافتراضي اللي اشتركتوا فيه. فكانت النتيجة ان تسعة واربعين في المية من السيدات اتعرضوا للتحرش. تقول لي معقول? اقول لك او معقول. البنات اللي بتسمعنا تقول ده لانكم مجتمع زكوري متعفن اصلا. لكن خلينا اقول لحضرتك ان ستة وتلاتين في المية من الرجالة هم كمان اتعرضوا للتحرش. حتى الرجال اتعرضوا للتحرش من السيدات. طبعا دي كانت صدمة كبيرة لكل اللي بيتابع موضوع الواقع الافتراضي ده. وطرح اسئلة كتير. زي مثلا هنسيطر على الموضوع ده ازاي? خصوصا وان التكنولوجيا دي لسه جديدة. ومفيش قوانين كتير بتحكمها. لكن الاهم بالنسبة لاصحاب شركات الواقع الافتراضي هي الارباح اللي ممكن تتأثر بالدعاية السلبية لمشروعهم. خصوصا وانهم بيتوقعوا ان ارباح الواقع الافتراضي تزيد سنة عشرين اربعة وعشرين لاربعة وعشرين ومص مليار دولار. حضرتك متخيل الارباح عاملة ازاي? بعد ما كانت تمنمية تسعة وعشرين مليون دولار سنة 2018. بيتوقعوا ان الرقم ده يتضاعف لأكتر من اربعة مليار دولار سنة عشرين تلاتة وعشرين. يعني هيكسبوا اربعة مليار دولار في السنة الواحدة. ودي ارقم بالنسبة لاصحاب رأس المال الناس اللي بتفكر بيزنس. اهم بكتير من قضايا التحرش. وهنا سؤال مهم. هل الموضوع له ابعاد تانية? اقول لك اي ولي ابعاد تانية. في تقرير لشركة برايس ووترهاوس قالت ان مع تطور تكنولوجيا الواقع الافتراضي. وبعد ما ظهرت الحاجة لاستخدامه بعد ازمة فيروس كورونا. وتوجه الناس في كل المجالات لاستخدام الانترنت. زي التعليم اونلاين والشغل والتسوق اونلاين. التقرير لاحز ان شركات كتير في العالم بدأت تستبدل نظام شغلها العادي. اللي هو الموظف بدل ما يشتغل من مقر الشركة قالك لا. يشتغل من بيته بنظام الواقع الافتراضي. يعني الموظف يصحى الصبح يلبس النظارة على سريره. ويحضر الاجتماعا مع المدير. ويكمل شغله مع زمايله عادي بالنظارة. وهو يعد في بيته. وهنا التقرير قال ان سنة عشرين ثلاثين عدد الموظفين اللي هيشتغلوا بالطريقة دي هيتجاوز تلاتة وعشرين مليون موظف. وهنا حضرتك تسأل سؤال بديه. ليه صاحب الشركة يريح الموظف بالشكل ده? ولا بيطبق نظرية المدير الحنين رزق? اقولك المدير مش حنين ولا حاجة. لانه لما يعمل كده ويشغلك من البيت. فهو وفر ايجار مبنى الشركة. ووفر الكهرباء والمية. حتى فرش مكتبك. وفر طبعا. حرفيا ما بقاش بيدفع حاجة من جيبه غير مرتبة. وفي نهاية الشهر هيحزبك على التارجت. يعني لو حضرتك متخيل انك هتلعب وتزوغ وطيدي ساعات الشغل نوم. فانت بلطان. لانه هيحزبك على انتاجك. ولو اثرت هيقولك مع السلامه يجيب غيرك. وما تنساش ان سنة عشرين عشرين السنة اللي فاتت فيه اكتر من مية واربعتاشر مليون موظف في العالم خسروا وظيفهم بسبب فيروس كورونا. الشركات علشان توفر كم مليون فصلت الموظفين من شغلهم. وهنا الخطورة. الخطورة ان بسبب الواقع الافتراضي ده فيه اسواق كتير هتقع واسواق تانية هتكسب مليارات. الاسواق اللي هتقع زي سوق المواصلات. حضرتك ما بقيتش بتروح الشغل ولا المدرسة ولا السوبر ماركت. كله الكتروني. حضرتك ما بقيتش تنزل من بيتكم اصلا. فالمواصلات مش هتلاقي اللي يركبها. ودي تجربة عشناها فعليا في ازمة كورونا. فمثلا سنة عشرين وعشرين وبسبب فيروس كورونا سوق رحلات الطيران خسر اكتر من مية وتمنتاشر مليار دولار. اكتر من ستة وسبعين في المية انخفاض في حاجز الرحلات الجوية. اكتر من اتنين واربعين في المية انخفاض في الرحلات التجارية. اكتر من سبعة وعشرين في المية انخفاض في حركة مرور الطيران بشكل عام. وانا هنا بكلمك عن الطيران اللي مش ناس كتير بتستخدمه فما بالك بالمواصلات العادية اللي ملايين الناس بتستخدمه لكن في المقابل في اسواق تانية هتنتعش زي سوء الالكترونيات الناس هتشتري اجهزة واقع افتراضي اكتر هيشتروا اجهزة الالكترونية اكتر سوق تاني زي سوء المبرمجين المبرمج ده هيبقى زيه زي العالم بالزبط الكون واحتياجات البشر هتتمحور حواليه مؤسسات كتير هتقع زي المستشفيات مستشفى علشان تكشف دلوقتي بتكنولوجيا الواقع الافتراضي هتقدر تبعط خريطة جسمك للطبيب وهو قاعد في بيته وانت قاعد في بيتك وتدخل معاه في اتصال افتراضي ويكشف عليك ويكتب لك العلاق شفت الموضوع عيب اسهل ازاي؟ لكن السهولة دي تخوف ليه؟ هقولك لما حياتك تتحول بالكامل لبيانات متصلة بالانترنت مسألتش نفسك مين هيبقى مطلع على البيانات دي؟ ده احنا لسه شغالين على الفور جي والناس بتتخانق مع منصات السوشيال ميديا لما عارفوا انها بتبيع بياناتهم لشركات الاعلانات حضرتك تبقى عاوز تشتري قميص؟ تلاقي صفحات محلات الملابس بدأت تظهرق على صفحات التواصل الاجتماعي طيب هم عارفوا منين ان عاوز اشتري قميص؟ اما ان حضرتك بحثت عن الملابس في محرك البحث عارف اللي انت بتدور عليه او ان ميكريفون موبايلك سمعك وانت بتتكلم مع حد وتقول له انك عاوز تشتري قميص او ان الجي بي اس في موبايلك سجل انك دخلت محل ملابس فخاد البيانات دي وبعها لشركات الملابس فبدأوا يظهروا على صفحتك علشان يعرضوا عليك المنتج اللي انت محتاجه فما بالك بقى لما شبكة الفايف جي تشتغل وده بالمناسبة اللي بيفصر ليه امريكا والصين بيتنفسه على مين اللي يمتلك عقود تشغيل شبكات الفايف جي في العالم هم عارفين ان الفايف جي هي مستقبل جمع البيانات يعني مستقبل التجارة والصناعة والحروب اللي بيمتلك البيانات النهاردة هو اللي بيمتلك النفوذ وده اللي بيفصر ليه دولة زي مصر بتبني الاوكتاجون او وزارة الدفاع الجديدة الاوكتاجون مش مجرد شوية مباني لكن الهدف الاساسي منه هو حماية بيانات الدولة المصرية سواء العسكرية او المدنية وده شرحنا بالتفصيل في حلقة سر الاوكتاجون المهم نرجع للواقع الافتراضي كان فيه لعبة انتشرت بشكل كبير اسمها بوكيمون اللعبة عبارة عن انك بتفتح كاميرا الموبايل وتمشي في الشوارع لحد ما تظهر لك حاجات في الكاميرا تجمعها وكل ما تجمع اكتر كل ما تكسر لحد ما الناس في امريكا رفعوا اضايا على الشركة اللي اخترعت اللعبة ليه يا فاندم ايه اللي مزععلك؟ اتضح ان الشركة حطت حاجات من اللي المستخدمين بيدوروا عليها علشان جمعوها جنب بيوت الناس اللي رفعوا اضايا يعني حضرتك كل شوية تلاقي زحمة قدام بيتك خير يا جماعة؟ يقولك لا مفيش ده شوية ناس بيلعبوا بوكيمون قدام بيتك طبعا الامريكان اعتبروها اعتداء على خصيتهم ورفعوا اضايا على الشركة لدرجة ان فيه لعبة تانية اسمها ساكند لايف مجموعة من المستخدمين فيها رفعوا اضايا على مستخدمين تانين خير يا جماعة تحرش ولا ايه؟ قالك لا احنا اتسرقنا اتسرقتوا ازاي يا جماعة؟ قالك فيه ناس بيلعبوا معنا سرقوا ممتلكاتنا الافتراضية في اللعب يعني ايه ممتلكات افتراضية؟ هقولك احيانا بعض الالعاب بتديلك فلوس مقابل الهدايا اللي بتجمعها في اللعب فلما حد يسرق منك الهدايا اللي انت بتجمعها دي حتى لو افتراضية فهو فعليا بيسرق منك فلوس وفعلا سنة 2012 قدم اكتر من 57 الف مستخدم دعاوة قضائية ضد مستخدمين تانين بتهمة سرقة ممتلكات افتراضية في اللعبة الالكترونية وخد بالك هنا احنا بنتكلم عن العاب الالكترونية مستحدثة يعني لسه مخترعينها قريب فممكن ما يكونش فيه قوانين تنظمها او تحكمها اصلا وبالتالي انت محتاج تسن وتشرع قوانين جديدة الاول علشان تقدر تفصل في القضايا دي موضوع كبير مش يزار طيب عاوزك بقى تطبق تكنولوجيا الواقع الافتراضي دي فخيالك على مصر او الدول العربية وخصوصا على منصات زي تيك توك ولايكي وغيرها تخيل معايا كده ان فيه حد بنظرة الواقع الافتراضي دي يقدر يبقى موجود مع بنتك في قضتها ايه اللي ممكن يحصل لبناتنا وولادنا ومجتمعنا بشكل عام خلوا بالكم من ولادكم وبناتكم من التطور التكنولوجي الرهيب اللي مش حاسين بيه استفيدوا من ايجابياته لكنه واعتنسوا سلبياته واعتخدوا نفسكم بانه لسه بعيد او صعب يتحقق لازم من دلوقتي تستعد المستقبل ما تعرفش عنه حاجة طيب هتستعدول ازاي وانت ما تعرفش عنه حاجة ما انا حكيت لك هل هيحصل في المستقبل دوري انبهك للي ممكن ما تكونش شايفه ودورك انت انك تستعدله لو استفدت من الحلقة ادعمنا في نشرها ولو ما استفدتش بنعتذرلك جدا على وقتك وبإذن الله نضعف من جهدنا الحلقات الجاية اشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر